يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحجث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهد ذوي عدن منكم وأقيم الشهادة لله ذلكم يوعى به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل عن الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا والله يأسن من المحيط من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحضن وأنات الأحمال أجلهم أن يضعن حملهم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهم فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهم واتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسره يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا أدقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلف سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما لتعلموا لتعلموا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر